هاي، حكينا بالحلقة السابقة عن زيادة الوزن خلال فترة الحمل من سلسلة التغذية أثناء فترة الحمل اليوم هنتناول موضوع إرشادات غذائية خلال فترة الحمل إذا حابين تعرفوا أكتر عن الموضوع تابعوا الحلقة المرأة الحامل بتزيد احتياجاتها الغذائية خلال فترة الحمل ولكن المفروض تنتبه لبعض النقاط حتى لا تتعرض لمشاكل بالمستقبل وخاصة التسمم الغذائي يعني لما بدأت تناول اللحمة والجيج المفروض تتناولهم وتتأكد أنه يكونوا مطبوخين على درجة حرارة عالية وتحاول تتفيدى أي نوع من اللحوم النيّة المصنعة البيردة والمدخنة أما بالنسبة للسمك ففيها تتناولوا من مرة إلى مرتين بالأسبوع ولكن كمانا تتأكد من أنه انطبخ على حرارة عالية وتحاول أنه ما تتعدى أكتر من مرتين بالأسبوع تما تعرض حالة لنسبة زئبق عالية وبذات الوقت تبتعد نهائيا عن الأسمك النيّة والمدخنة أما بالنسبة للنشويات ففيها تتناول فئة النشويات المصنوعة من الحبوب الكاملة والخضرة والفويكة طبعا فيها تتناول على أنواعها ولكن تتأكد من نضافتها وسحة المي اللي تنضافت فيها كمان وما بدنا ننسى البقوليات واللي هي كتير مهمة ومصدر عالي للأليف والمكسرات اللي فيها تتناولها كوجبات إضافية ولكن بكميات معتدلة وما تكون مملحة وفيها تكون نيّة غذاء المرأة الحامل أثناء فترة الحمل إذا كان متكامل وصحي هيدا الشي رح يخوّلها أنها تكون عم تاخد كل الفيتامينات والمعادن اللي هي بحاجة لإله ولكن بيضل في عنا مشكلة أنه في بعض الفيتامينات والمعادن المفروض تتناولها كمكملات غذائية مثلا مثل الفوليك أسد اللي ينصح تناوله قبل فترة الحمل وأثناء فترات الحمل الأولى لنتفيدة حدوث ثقوب بالعمود الشوكي عند الجنين أما بالمرحلة الثانية فبعد إجراء الفحوصات اللازمة ممكن أنه تكون بحاجة إلى مكملات الكالسيوم والحديد أما بالنسبة للمي بالجسم فالمفروض أنه هي تحافظ على كمية شرب مي 8 إلى 10 أكواب يوميا وتحاول من أنه تحت كمية الكافيين إلى حصة وحدة بالنهار أما بالنسبة للتدخين والكحول فالمفروض تبتعد عنه ابتعاد نهائي وخاصة عن الكحول لأنه ممكن يؤدي إلى تشوهات خلقية عند الجنين المحليات الاصطناعية ما أثبتت أنه هي بتعمل مشاكل للمرأة الحامل ولكن الإفراط فيها ممكن يكون سلبي فيفضل أنه تتناولها بكميات معتدلة أما بالنسبة للرياضة فما بدنا ننسيها أكيد ممارسة الرياضة شيء كتير أساسي ومهم ولكن المفروض ممارسة الرياضة عبر استشارة الطبيب من ناحية نوع الرياضة والفترات اللي تمارس فيها الرياضة كمان بدنا ننتبه لصحة الأواني والمعدات اللي منستعملها خلال الطبخ لأنه بعض منها ممكن يحتوي على مواد منها آمنة للمرأة الحامل يعني مثلا إذا كنا عم نطبخ بقواني مصنوعة من مادة التفلون بدنا نتأكد أنه منها مجروحة ومقلة زمن كتير طويل لأنه ممكن يطلع منها مواد كيميائية خلال الطبخ أما بالنسبة للحليب ومشتقاته فممكن تتناول حصة لحستين من الحليب ومشتقاته ولكن بدأ تتأكد من أنه تتناول المنتجات المعرضة لحرارة درجة حرارة عالية مبسطرة وتبتعد نهائيا عن الأجبان والقلبين اللي ما تعرضت لحرارة عالية وبزيت الوقت لأجبان الطرية إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للوليا تشانل تتلكولي أسئرتكن، آراءكن وإقتراحاتكن بخانة التعليقات وتتابعوني على السوشيال ميديا مشوفكم بالحلقة الجائية موسيقى